مرحبا بكم معنا مرة أخرى وقضية كنزة التي شغلت الرأي العام مفاجأة من العيار التقيل كان عرفوا باللي المحكمة ابتدائيا حسمات في الميرف كان عرفوا أن المحكمة صدرت الحكم ديالها ابتدائيا في القضية بالحكمة على المشغلة ثلاث سنين سجنا نافدا والزوج ديالها عامين أو سنتين سجنا نافدا اليوم المفاجأة هي أن المرحلة الاستئنافية تم تسجيل الملف نهار 17 في شهر عشرة والجلسة كانت نهار 18 في شهر عشرة دون حضور الأطراف يعني دور حضور الطرف المدني أو الدفاع ديال الطرف المدني أو دفاع المتهمين والأدهى من ذلك أنها دخلات المداولة أو التأمل 25 في هذا الشهر سنرى مع الأستاذ نائمي حيثية الموضوع لتنوير الرأي العام أستاذ نائمي شنو القراءة ديالك لها شيء يقول حي فليوم تصدمنا أن وصنا خابر أن الميل فرد خل المداولة نحن في إطاعة التبعد بميلا كنا كنا تعدون نسخة الحكم أنو نطالوا إليها بقي حد ما تمكننا أننا نحدقون نسخة الحكم فاتفاجأنا اليوم أن وصلنا خابر كما رئيئني أن الميل في داخل المداولة يجب أن نبحثوا عن مختص � pac shel 8 في camете فاتفاجأنا البد يخ постоянно تعين عن المداولة تعين في سنة 18- 10 Augs 2024 وانه الجلسة الاولى انها 18-10-2024 وانه دخلي التحكم على اساس يوم 25-10-2024 من اللي بحثنا تبيلينا للميف تشجنها 17-10-2024 وهاتشي ولي فسرنا السبب دي الصدمة لان ما ممكنش نتبعو الميرف نهائيا كل يوميا بشكل تدريجي الى الساعة متأخرة فعنا كان بحثوا بطبيعة الحال بحكم عمدينا وزيارتنا المحاكم كان بحثوا في الصباح دي اليوم كان بحثوا الميرفوشكين تعيين ما تعيين ازه شهر ايو الخاش كان بحثوا في الواسط نشوفوا الميرفوشكين تعين فتفاجئنا من اللي بحثنا ميرفوشكين تعيننا 17-10 والتدراج في او جلسة هي جلسة يوم الغد وهي هي يوم الجمعة كما نعرفت بحنا في العام الأعتياد اغذائي العام الجلسة تكون من اليوم الاثنين صححي عنا القانون كيسمع gorges ولكن في الحالة العادية أن جلسة يكونوا من يوم الاثنين الى اليوم الخميس و 6 ناء وعناه ميرفات تراكموا في حاجة تصفية جلسة ستنائية يوم الجمعة في مقارنة الجلسة العمومية تنظم التوزيع الجلسات لكن الميلف تعيينها سبعة تاسعة عشر أفين وعشرين وتعين أول جلسة أول يوم الغد وهذه الجلسة تقدر او ما تقدر يدخل الميلف المداولة؟ في مرحلة استئنافية يتم مناقشة الميلف كأنه لم يكن في مرحلة استئناف كانت تنشر الدعوة من جديد أن تقدم نفس الدفوع ودفوع موضوعية أخرى فكما قلت تعيين نهار سبعة عشر على أساس أنه نهار سبعة عشر أول جلسة في الحالة العادية أن الميلف فات بحكم هذا الميلف فكين عنده طبيعة خاصة وهناك في طرف مداني فطرف مداني في إلزامية القانون وأمور القانونية أنه ضرورة استدعى طرف مداني أنه يحضر تفاجئنا أنه بدون حضور طرف مداني بدون استدعى دياله وأنه لم يدخل يتحكم اليوم خمسة وعشرين عشر وهي يوم الجمعة فحاولنا نتدار كل أمر وضعنا طرف الإخراج من المداولة وكنتمنى أن المحكامة أنها تحكم بالخروج من المداولة لأنها في حقوق الدفاع هي حقوق دستورية حقوق منصور عليها في ذواليان في اتفاقية الدولية في دستور المملكة حقوق الدفاع هو حق كبير وكما نقول قرارك يقول لك أن المتهم بعد مرة يكون ليدر عنده حق في الدفاع ما أدرك أنه يكون مطالب حقوق المداني وتضرر وتعرض للضرر فحنا حقوقنا في دفاع كنتمسكو به خصوصا الميل المملكة لقى أن الميل في تعيين نهار سبعتاش سبعة سبعتاش عشر عفوان وممكن أنه يكون تعيين مع الرابعة يعني مع الخمسة لم يمكن أن نتبعه يوميا الميل في فتفين واصلين فكما قلت لك الميل في تعيين على أساس يوم الغد فكنتمنى أنه يخرج وأكسامي ذلك ما أنا حاولت نتواصل مع دفاع حتى هو ما حضر فهو أجابني أنه ما حضرش نجلسة بطبيعة الحال بحكم أنه قلت لك أيضا مخبار وش الأمر فكنتمنى أن الأمور ترجع لمسارها الطبيعية إن شاء الله شنو الخطوة اللي درت فكما قلت الخطوة الأولى اللي تقدمنا هو أنا طالب إخراج الميل في المداولة وكما نعرفها من ناحية القانونية فأهو محكمة النقطة حسمت موضوع مهم جدا أن المحكمة التي يكون مالف عندنا في شهود ووطائق وحجاج المحكمة لك تكون قناعة ديالها لأيما تبدل القناعة ديالها يجب أن تتستمع الشهود والحجاج والفيديوهات التي كانوا أقريصها لكما تكون قناعة جديدة فمحكمة النقطة حسمت أثير الأمر حسمت أن المحكمة لكي تبدل قناعة ديالها فمن الأفضل أنها يجب أن تستدعي الشهود والاستدعي كافة الوطائق فهذه الإجراء لا تدار فنحن نتظر المحكمة تخرج في ميلف المداولة وإن شاء الله نعود لنقش الميلف من جديد كتبقى عندي واحد نقطة التي لا تستفهم كان عرفوا أن البوابة الإلكترونية ممكن أن يوقعوا فيها بعض الأخطاء واذا أنتم تأكدتم من صحة هذه المعلومات وأن الميلف بالفعل دخل المداولة فبطبيعة الحال فالخطأ نهائيا ما كان لكي نأكد لك هذه الواقعة لأننا جتنا الصدمة بطريقة العامة ديالنا في تقبيعة المحاكم فحنا كان عرفوا أول حاجة كنت تسجيل أنه تسجيل الميلف تعيين في أول جلسات تعيين القادر المقرر تعيين المستشار المقرر فتفاجئنا أول إجراء لكين ومداولة إحنا شخصيا تصدمنا فبحثنا مع كتابة الضابط نسقنا بحثنا ميلف بالفعل تدرس في جلسة نهار 18 وما تدرس وما تدرس بحثنا ميلف بالفعل كان مدرس في جلسة نهار 18 وعشرة وفعل أن القرار يتأخذت فيه المحكامة ومداولة بنيسبة الكنزة كيف؟ نسقنا بحثنا لأن المحكامة تدرس في جلسة نهار 18 وعشرة تدرس في جلسة نهار 18 لتحضر فأمور غمضة ومتمنون أن المحكامة تخرجوا من المداولة لن تمكنوا من مناقشة الميلف وإعداد الدفاع يعني ممكن أن تخرجوا وممكن أن تخرجوا وممكن أن تخرجوا وكذب قصة تقليل المحكامة التي تتخذ المطارة متعينا وعشرة ضمانة لحقوق الدفاع كنتمنون أن تخرجوا إن شاء الله إذن مشاهدينا الكرام كيف تبعتم معنا كان هذا الجديد والمفاجئ في قضية كنزة وكيف ما يعرف الجميع أن كنزة يعني شغلة الرأي العام لا الوطني ولا الدولي غادي نتبعوا نهار الجمعة إن شاء الله غا نشوفوا واش غاي خرج الملف من المداولة أو غايتم الحسم فيه لنا لقاء إن شاء الله يوم الجمعة نضرب لكم موعد ومستجدات قضية كنزة مشاهدينا الكرام إلى اللقاء لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر